يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون توجيه له أن يكثر من ذكر الله فإذا دخل البيت يسمي ويذكر الله ويغلق الأبواب إذا دخلوا سمى أغلق الأبواب ويكثر من قراءة سورة البقرة في البيت فأخذ سورة البقرة بركة وهي تدرد الشياطين ويخرج الملاهي من الأغاني والموسيقى وما حرم الله من بيته قد يكون عنده تماثيل على أنها زينة سورة ثعلب سورة قط سورة كلب قد يكون هناك سور معلقة يخرجها جميعاً من بيته ولا يجعل في بيته الأغاني والموسيقى ويستعين بالله عليهم ويدعو في صلاة الليل ويسمعهم يدعو ويسمعهم أنه يستعين بالله ويقول مثلاً وليس تقصيصاً اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير اللهم إن علمت أن في بيتي جن اللهم فإن لم يرفعوا أذاهم عني فأحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً يسمعهم هذا فإن الجن من أجبن المخلوقات يسمعهم الدعاء ولا أخصص لكن أقول مثلاً ويسمعهم هذه الاستعانة بالله والقوة فيها ويسلموا من شرهم إن شاء الله عز وجل